محدش كان متوقع كل ده ده فيه ناس شغلة في مؤسسات واماكن اتجاب ومحمود عزة تتكلم عنهم عن انتصالاته بيهم واتجاب واتقبض عليهم والنيابة حبستهم لأي من اللي فاتت نيابة أمن الدولة هتعرفوا الحوادين دي بعد شوية قبض محمود عزة ضربة محمود عزة عاملة مش عاملة انقسام عاملة مشكلة رهيبة جوه التنظيم جوه وبرا كل واحد تاني بقول محمود عزة شبكة صلاته كلها جوه وبرا تحت ايديك تحت ايديك حركة تمويل التنظيم جوه وبرا تحت ايديك كل اللي بيحصل على مدى السبع سنوات تحت ايديك بالكامل مش هقولك قبلت لا ما بعد 2013 ما بعد الثورة عندهم زي ما بقول لحاجة كده بيموتوا بيموتوا من هذه الضربة لان هي اللي عاملة المشكلة النهاردة في التنظيم شان كده النهاردة المنير لأ محمود عزة مش موجود منصبه اصلا لغيته خلاص طلع محمود عسين الرد شاتب بروهيم شاتب بيشتموا بعض الشتيمة بيفضحوا بعض بيتكلموا على فلوس بيتكلموا على السرقات بيتكلموا على خيانة تاني بيتكلموا على خيانة ده اللي وصيهم هو عايز طبعا كل اللي أنا بقوله لك ده مش عايز حد يبقى عشان احنا يا جماعة عايزين عشان يرجع لا الشعب المصر هي ربيك الشعب التاني الشعب هي ربيك زي مربناك قبل كده في 36 هي ربيك في أي وقت في أي وقت الشعب اللي هي ربيك مش حد تاني هو عاق هو في غير هو الشعب